يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم الله أكبر بكرة وعشيا يغدو بها القلب المحب رضيا الله أكبر في الظلام إذا سرى وبدى لنا القمر المنير بهيا الله أكبر في الصباح إذا سرى وبدى لنا الفجر المنير بهيا الله أكبر كم أزاحت حسرة كم أسعدت في العالمين شقيا الله أكبر كم أذلت من عرش طاغية وكم هزمت على درب الجهاد عتيا الله أكبر ونصلي ونسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله صعدت إلى السماء فيقول الله عز وجل لها اسكني فتقول يا ربي كيف أسكن ولم تغفر لقائلي فيقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ما للنجوم تعانق الأقمار ما للنجوم تعانق الأقمار الله أكبر هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا أدى الرسالة شاهدا ومبشرا ومحى الضلال وجاهد الكفار صلى عليك الله يا علم الهدى صلوا عليه وعظموا المختار اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله أيها الإخوة الأحباب كل عام وأنتم بخير إن هذا الملتقى العظيم الكبير الذي يستقبل تجليات السماء ونفحات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الطيب الذي استمعنا إليه منذ قليل وفي هذه السنة الحسنة التي ينتهجها فضيلة القارئ الشيخ طاه النعمان برًا بوالدين فحينما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هل بقي لأبوي شيء أبرهما به بعد موتهما أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما نعم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهو إذ ينتهج هذا النهر بهذه الدعوات وهذه الابتهالات وهذه الآيات التي تعطر الأرجاء وهذه النفحات التي تترع الأرجاء إنه بارٌ بوالده ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم والده ويرحم أموات المسلمين بحق آيات القرآن الكريم وبحق هذه الأذكار الطيبة المباركة أيها الإخوة الأحباب لا أريد أن أطيل خاصة وأن أستاذنا الأستاذ عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق وأستاذي كذلك الأستاذ عبد العزيز عمران وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية والأستاذ أحمد نجم كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم كلهم لنا أساتزة شرفونا في هذا المكان مع أصدقائنا وأساتزتنا أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخش هذا القارئ الذي يطرب لسماعه كل إنسان بل كل كائن حي نسأل الله تبارك وتعالى أن تتنزل علينا في هذه الساعة الرحمات وأن يبارك في أهل القرآن وأن يبارك فيكم جميعا لأنكم تحضرون هذه الجلسة التي تشهدها الملائكة ويذكركم الله عز وجل في من عنده فأكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهب القلوب وعلم الإنسان أيها الإخوة الأحباب هيا نصافح الآذان والقلوب بكلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ العلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ محمود محمد الخشد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والأنباب والذين يوفون بعود الله ولا ينقضون المساق والذين يصلون ما أمر الله به أي صلى ويقشون ربه ويخشون ربه ويخافون سوء الحزاب ويخافون سوء الحزاب كمن هو أعمى إنما يتذب كون الألباب إنما يتذب كون الألباب والذين يوفون بعود الله كون الألباب إنما يتذب كون الألباب بالذين يوفون بعود الله أعمى 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 كون الألباب والذين يوفون أعمى كون الألباب والذين يوفون أعمى 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 كون الألباب كون الألباب وحاية لولو الالباب الذي ما يوفوها بعهد الله اللذين يوفونا بعهد الله ولا ينقضون المفاق والذين يوصلون ما أمر الله به أي صلوة يحسنون ربهم ويخشون ربهم ويفاطنة الحسابة والذين صدوا والذين صدوا والذين صدوا وفضلوا باتغا وجه ربهم وأقال الصلاة والذين صدوا باتغا وجه ربهم وفضلوا باتغا وجه ربهم وأقال الصلاة والذين صدوا باتغا وجه ربهم وأقال الصلاة والذين صدوا باتغا وجه ربهم وأقال الصلاة وقال الصلاة والذين صدوا باتغا وجه ربهم أكب والذين صدوا باتغا وجه ربهم وأقال الصلاة اشتركوا في القناة شكرا سبوا وعمال يدرون ويدرون بأزمة السيئة والذين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 نجسي أمين أولئك لهم عطب الثامن 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 يدخلونها ومن صلح لما دولني يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأسوابهم وذرياتهم أولئك لهم عطب الثامن أولئك لهم عطب الثامن يدخلونها أولئك لهم عطب الثامن يدخلونها واثواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب جنمات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم من كل باب سلام عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم من كل باب سلام عليهم من كل باب سلام عليهم من كل باب والملائكة يغفنون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرته فانيا مع رقبا فانيا مع رقبا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفطعه ويفطعون ويفطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سودا ويفطعون ما أمر الله الله يا من سطر أليك يجاب أليك 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 رحبنا يجب أنا arranسا أليك قال الله يمزق القيم يكشي ويقتل يا مولان الله وفرحوا من حيات الدنيا وفرحوا من حيات الدنيا وفرحوا من حيات الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويفتع عليه وهو أجل ويقول الذين كفروا لولاه منزل عليه بآية من ربه صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قل وإن الله لا يضل من يجلا ويهدي إليه من آداء الله 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 فيه نهبه ربنا يا رب نهبه قل ظلنا من الله يضل من يشاء نهبه ويهدي إليه من آداء ويهدي لن من آداء سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه سيدنا النبي الله اللذين آمنوا ونقلوا 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 بذلك بذلك نهبه الله وتسمعينكم نقول بذكر الله هنا 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 في شرط الرعب ما يخافوش اللي بيقول الله ما يخافوشكم اي حاجة ما يخافوش يوم القيامة ما يخافوش الله الَّذِينَ آمَنُوا الْقَوْمَ إِنَّ قُلُوبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ الله 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 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعُمَ إِنَّ قُلُوبُهُ اللت Lobby Orslop وَاللَّهِ إِنَّ قَرُّوا إِنَّ قَارِءُوا الْعَالَمِ وَاللَّهِ إِنَّ قَارِئُوا الْعَالَمِ رِال!!" ...رحن眼 شكرا انا بذكر الله تطوير من القلوب 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 القلوب الذين آملوا وعملوا الصالحات قبال قبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبال قبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبال قبال قبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبال قبير اللون فتح الله عليك قف انها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك انها النفحات وبعد ايها الاخوة الاحباب فقد استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ العلم الاذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخشد ونحن ونحن نعيش معكم في هذه الليلة النورانية المباركة نعيش فيها على ذكر الله عز وجل تحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده اشتركوا في القناة